اشتركوا في القناة الان الى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صعوبة استمرار الدولي المغربي عزدين اناحي مع اولمبيك مارسيليا الفرنسي واللاعب يقترب من المغادرة بات عزدين اناحي ضمن مفاكرة العديد من الاندية بعد الاداء الذي يقدم حاليا مع المنتخب الوطني المغربي في كأس امامي فرقية الامر الذي سيزيد من صعوبة استمرار اناحي مع اولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة وحسب ما ارده موقع ساكر دوت اف اير فان الاداء الذي يقدمه عزدين اناحي حاليا مع اصد الاطلس سيفشل خطط ممتل الجنوب الفرنسي في ابقاء اللاعب مع نهاية الموسم الحالي في ظل العروض المرتقبة توصل بها بشأن اللاعب في الميركات المقبلة ومن جهتها فان ادارة مارسيليا الفرنسي لن تضغط على اناحي من اجل الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة وفقدات المصدر واشار الموقع الفرنسي لان ادارة مارسيليا بالرغم من انها ترا في اناحي قطعة مهمة في الفريق لكنها ستنتظر معرفة رغبتي في البقاء او المغادرة مودريبو الكوديفور يخرج بتصريح عاجل عن المنتخب المغربي وهذا مقالها اكد فاي امريس مودريبو منتخب الكونغو الديمقراطي ان لاعبه واجهوا ضغوطا كبيرة في مواجهة السنغال ضمن منافسات الضورة المنهائي لكأس امام افريقيا الكوديفور الفين وثلاثة وعشرين والتي حسم الافيال بركلة الترجيح واشدد مودريبو المنتخب الافوار المؤقت على ان المنتخب المغربي وبفوزها على الزامبيا كان السبب الرئيسي في اعادة الكوديفور الى البطولة ومن تم اعادة تقل المجموعة وحققنا الفوز على السنغال وكل هذا بفضل فوز المغرب على الزامبيا واضف كانت علينا ضغوط كبيرة قبل المباراة ويوم المباراة كان طويلا جدا علي لم استطع اخذ القيل لمثل العادة كنت افكر في كل السيناريوات يضيف مودريب الكوديفور الاتحاد الكونغولي ينهي ملف الرقراجي وانبينبا ويرسل جامعة الكرة تأكيدا على العلاقة القوية توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم تعبر فيها عن العلاقة الواطيدة التي تجمع بين الطرفين من اجل تنمية وتطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين مؤكدة احترامها للقرار الأخير للجنة الاستئناف في ملف الرقراجي وانبينبا والذي تعتبره مغلقا بصفة نهائية وكان الاتحاد الكونغولي لكرة القدم قرر الاحتجاج لدى المحكمة الرياضية الدولية على قرر اسقاط لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة الناخب الوطني وليد رقراجي عقوب الأحداث التي عرفت نهاية مواجهة المنتخبين المغربي والكونغولي واستنكر اتحاد الكونغولي الديمقراطي قرر لجنة الاستئناف بإلغاء عقوبة الرقراجي مؤكدا نيته الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية ومعتبرا ان اثقاط عقوبة التوقيف لأربع مبارية منهم واحدة موقفة التنفيذ غير مبرر وتبعت جامعة الكونغولي استأنفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد قرار توقف الرقراجي رغم الاعترافات التفصيلية للمدارب المذكور والتي أكدت الصور التي لا تترك مجال للشك ورغم ذلك اكتفت لجنة الاستئناف خلافا لكل التوقعات بإلغاء القرار المؤرخ في السادس والعشرين من يناير الفين واربع وعشرين وهو ما يدفعنا لرفع الأمر إلى محكمة التحكم الرياضية وأوضح الرقراجي في الندوة الصعفية التي سبقت مواجهة المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا سبب إيقافي كان هو أنني أمسكت بيد اللاعب وقلت له انظر لي لذلك تم توقفي أربع مبارية منها اثنتين نفيدتين لحسن الحظ لجنة الاستئناف وفقت على أن مدربا يحق له إمسك يد لاعب معينة وعدم التعارض للإيقاف وأوضح لكن لم يكن علي إمسك يده من أنا حتى أفعل ذلك أقدم اعتدار اليوم ولكن أن تحدث كل هذه الضجة والتعارض لإيقاف لأربع مبارية فأعتقد أنه شيء مبالغ فيها أشكر الكاف لتراجعها عن هذا القرار الخطئ وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قدت بإلغاء الأحكام التي سلطت لجنة الاندباط على الناخب الوطني واليدراجعي بعدما أوقفت لأربع مباريات منها مبارتين مع وقف التنفيذ وقررت لجنة الاستئناف بعد توصلها بدفوحات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلغاء عقوبة التوقيف التي تم تسليطها في حق وليدراجعي بالإضافة إلى إلغاء الغرامات التي سلطت عليها مع الإبقاء على الغرامات التي سلطت على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب استعمال الجماهير المغربية للشماريخ في مباراة الكونغو الديمقراطية تجدر الإشارة إلى أن وليدراجعي غاب عن دوكات البودلاء بمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظره الزامبي برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تابع المباراة من المنصة الشرفية وتواصل مع مساعده رشيد بن محمود عبر الهاتف الإفوار كيسي تأهلنا إلى ربعين هايالكان بفضل المغرب قال لاعب المنتخب الإفواري فرانكيسي إن عودة منتخب بلاده للمنافسة الأفريقية يعود الفضل فيه إلى المنتخب المغريبي الذي فز في مقابلته الأخيرة من دور المجموعات ما أزلت ضغط عن لاعبين وساعد الفريق على تحقيق الفوز على نظره السينغالية وأضف كيسي في تصريح صعوفي بعد الخسارة أمام غيني الاستوائي بربعية نظيفة شعرنا بالأساء لكن بعد فوز المغرب لم يعود لدينا من أخسرها وأضف أيضا قلنا لأنفسنا إنه حتى لو كنا سنواجه منتخب السينغال حامل اللقب والذي حققت ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات يجب علينا أن نقدم كل شيء متابعا كان علينا أن نبدل قصار جهدنا لتحقيق المفاجأ وهذا ما فعلناها لكن لا يزال هناك مجال للتحسن الترجي التونسي ينجح في التعقد مع نجم رجأ رياضي توصل فريق الترجي التونسي لاتفاق نهائيا مع متوسطين ميدان التوغولي روجي أهولو اللاعب السابق لفريق رجأ رياضي حيث سيتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال أهولو إلى الترجي قديما من الرجاء في صفقة انتقال حر بعد ترسيم العقود بين الطرفين وكان أهولو محط اهتمام الويدا درياضي وذلك بعدما فسخ عقده مع النسر الخضر عقب انتهاء مرحلة الذهب حيث يعد أهولو من أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص الرجاء في الموسم الماضي وقدم روجي أهولو مستوية المميز رفقة الفريق المغربية الموسم الماضي إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح مع بداية هذا الموسم ولم يفضل البقاء مع الرجاء بسبب المشاكل لذلك قررت تراجع عن البقاء في الفريق الأخضر حيث تم فكل ارتباط بين النادي واللعب حبيا وكان أهولو قد انتقل إلى فريق رجاء رياضي قادما من فريق المنستير التونسي بطلب من المدرب السابق لرجاء فوز البنزارتي وذلك بداية الموسم الماضي اشتركوا في القناة